تتصاعد المواقف الدولية أكثر من أي وقت مضى جراء فشل جهود تمديد الهدنة الأممية في اليمن أعضاء مجلس الأمن أعربوا في بيان لهم عن قلقهم العميق من الخطاب الذي يهدد عمدا المفاوضات وكذلك الإجراءات التي عرقلت الاستقرار الاقتصادية في اليمن موقف مجلس الأمن الدولي يعد الأول من نوعه في توجيه أصابع الاتهام للحوثيين بعرقلة الجهود الأممية لتمديد الهدنة داعيا للحوثيين إلى الامتناع عن الاستفزازات وإعطاء الأولوية للشعب اليمني لم يكتفي مجلس الأمن باتهام الحوثيين بعرقلة الهدنة بل أدرج مسؤولين عسكريين حوثيين ضمن قائمة العقوبات هما القياديان منصور السعادي ومطلق المراني المسؤولان عن أفعال تهدد الأمن والسلم الإقليميين المبعوث الأممي إلى اليمن أكد هو الآخر أن مطالب الحوثيين المتطرفة في الأيام الأخيرة من المفاوضات عاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في الاتفاق ما ينذر بعواقب سلبية ودان في الوقت نفسه تصريحات الحوثيين التي تهدد شركات الشحن والنفط التجارية الاتحاد الأوروبي من جهته حث جماعة الحوثي على دعم جهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة مؤكدا أن العودة إلى الحرب مأساة لا يستحقها الشعب اليمني مراقبون يرون أن المواقف الدولية الصريحة بتحميل الحوثيين مسؤولية تنهيار الهدنة هذه المرة أسهمت في تمديد غير معلن للهدنة كما أن قرار السعودية ومنظمة أوبك خفض إنتاج النفط يعد غرقة ضغط قد تسهم في تحفيز الدول الغربية على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه تعنت الحوثيين ودهديدهم المستمر للملاحة الدولية في البحر الأحمر فهل ستترجم المواقف الدولية إلى خطوات جادة تحول دون انهيار الهدنة وعودة شبح الحرب في اليمن